طب إحنا وضحنا الأم مروان جينا سؤال بيقول أنا أصلي وبعد الصلاة وجدت نجاسة على السوب فما حكم الصلاة؟ هو الأصل الأصل أن يكون الإنسان طاهر البدن طاهر السوب طاهر البدن طاهر السوب لأنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فشرط للصلاة أن يكون الإنسان طاهرا في سوبه وطاهرا في بدنه لأنه مقبل على ربه طيب الإنسان هذا هو دخل الصلاة ولا يعلم أن عليه نجاسة إلا بعد قضاء الصلاة العلماء قالوا أنه لا شيء عليه والله تبارك وتعالى يتقبل منه صلاته والبعض الآخر قال أنه عليه إعادة الصلاة إن استطاع إلى ذلك أو كان الوقت قريبا منه إعادة الصلاة الآن الآن